لو يكسبوا وانهيار الجنيه وصاد الدولار هيستمر واصلاح منظومة الجنيه امام الدولار وتحسين منظومة الاسعار محتاجة حاجتين هيكل انتاجي زراعي وصناعي حقيقي ورقابة على مستويات الاسعار وهوامش الارباح اللي بيحددها التجار مفيش حاجة اسمعها ان كل تاجر يحط هامش ربح على كيفه بس ده بالشكل ده ضد سياسة الدولة هي سياسة السوق بسياسة السوق دي بقى وصلتنا الفين ان معدلات الفقر النهاردة فيه 30 مليون مصري تحت قط الفقر فلازم الدولة تقعد تراجع نفسها وتشوف هل هي تقدر تستمر كده ولا هي بتقود البلاد لحريقة وانفجار سيد محمود متفق معاك في الجزئية دي